اللي مش بينامح صح مش بيعيش صح يعني فيه علاقة قوية جداً لأن أنا بعمل ريسترط لكل وظائف الحيوية من خلال النوم لو أنا جهازة عندي وشغال ما بيفصلش تخيالي أدائه هيبقى أعمل إزاي بالك بالبشر بقى إحنا في كل سنوات العمر وزي محضرتك أشارت وأكد بالأطفال تحديداً لأنهم في مرحلة النمو ده بيأثر جداً جداً على مستقبلهم وعلى حياتهم مش بس الصحية خلينا نقول إن ارتفاع الضغط ده مؤشر للخلل اللي بيحصل في الصحة مش قصة إنه مرض يعني أي مرض ده خلل فخلله بيحصل في مرحلة ماينفعش أو طبياً جرل يعني التاريخ بيقول إنها بتيجي فيه سنوات مع التقدم في السن مش في سن الطفولة ده المعتاد فنتيجة الخلل في النظام الصحي إن أنا مش بريح إن أنا مش بفصل إن أنا مش بعمل ريفريش لكل جسمي هرمون النمو مش بيشتغل عقلي مش بيرتاح خاصة إنه مش بيبقى مشغول بحاجات تغذيه زي إراية أو أو لكن ممكن يكون صهر إن أنا بلعب جيمز بعمل حاجات مش مفيدة ليا فبتجهدني صحياً بالإضافة لإنها بترهق عقلي ومش بتدير الفرصة إن أنا ارتاح فخلينا نقول إنه كل السنوات العدد السنوات